أكو قضية صارت مثيرة من يوم اقتحام الكونغرس إلى يومنا هذا قضية ما حد انتبه لها قضية الرقابة اللي فارضتها أو الـ FBI على المتظاهرين اللي هم من أنصار ترامب أو المتطرفين مثل ما يسموهم ديراقبون اتصالاتهم وكانوا واضحين أن هناك اتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات عديدة بين هذه الأطراف دي نسقون للتظاهرات المسلحة اللي رح تصير خلال الـ 72 ساعة القادمة المثير بالموضوع فعلياً أنه التطبيقات اللي الآن لوحظت بأنه صار لها داونلود بشكل كبير بحسب موقع سنسور تاور في الولايات المتحدة الأمريكية هذه التطبيقات نزلت من يوم اقتحام الكونغرس إلى يومنا هذا اللي هي التليجرام والميوي نحن نعرف التليجرام ما نعرف الميوي لكن الآن ميوي فعلياً دا يستخدموه فهذا التطبيق التليجرام صار تقريباً مليون وميتين ألف داونلود بالنسبة لتطبيق التليجرام وكذلك الميوي تقريباً 829 ألف مستخدم جديد هذه التطبيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي اعترف بأنه من الصعب جداً عليهم أو أي استخبارات بالعالم السيطرة عليه ذلك أكو قروبات وأكو ترتيب بهذا الموضوع دا يصير